موجز إخباري لأهم المستجدات المحلية والعالمية يأتيكم من موقع إصادة البلد؟ أهلا بكم قال مصدر مسؤول لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية إن وزارتي التموين المسؤول عن توفير السلع الغذائية المخصصة لمنظومة الدعم ووزارة الإنتاج الحربية المسؤول عن قاعدة بيانات المستحقين للدعم تنتظر تقارير الجهات الرقابية التي تحتوي على بيانات المتعدين على حقوق الدولة لحذفهم من قاعدة بيانات منظومة دعم التموين جاء ذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بحرمان المتعدين على حرم النيل وأراضي الدولة والأراضي الزراعية من الدعم الذي تقدمه الدولة وأوضح المصدر أن توجيهات الرئيس السيسي بحرمان المتعدين على أراضي الدولة وحرم النيل والأراضي الزراعية من الدعم لن يتوقف فقط على دعم السلع والخبز ولكن سيكون حرمان من كل ما تقدمه الدولة من دعم مثل مبادرات الإسكان والصحة وبرامج الدعم المالي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عن موعد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا لافتا إلى أنها ستبدأ خلال ثلاثة أسابيع معقبا أتمنى أن الأعداد ما تبقاش كبيرة وأضافت دكتور حسام حسني أن المنظومة الصحية ووزارة الصحة تعمل على مدار الساعة ومجهزة لاستقبال كافة السيناريوهات المحتملة أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولي بعد توقف النأدام لعدة سنوات وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق الثلاثين من سبتمبر الجاري من عدة مطارات ليبية وبحسب بيان الخطوط الجوية الإفريقية الذي نشرته على حسابها الرسمية على موقع فيسبوك فإن الشركة الليبية سوف تسيير رحلات جوية من ثلاث مطارات ليبية بمعدل لحو تسع رحلات أسبوعية ورياضيا كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حل أزمة حمد النقاز الظهير الأيمن التونسي للفريق حيث صدر حكم من محكمة الرياضية الدولية بقبول طعن الزمالك وإلغاء الغرام الموقع على النادي والبالغة مليون وثلاثمائة ألف دولار لصالح اللاعب التونسي والتي كانت سببا في التعاقد معه خلال الفترة الانتقالات الصيفية الجارية وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل عن انضمام حمد النقاز خلال الساعات القليلة المقبلة إلى نادي بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بهذا الخبر الرياضي نختتم هذا الموجز نشكركم على حسن المتابعة وحتى يتجدد اللقاء لكم منا كل التحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة